اشتركوا في القناة ورحانية الروم الملكيين الكاثوليك في عمان الارشمندويت الدكتور بسام شحاتيت للحديث عن رحانية عيد البشارة صباحك نور ابونا الحبيب صباحك نور ابونا جورج الله يخليك اوبي في الحقيقة اليوم ابونا بدنا نحكي عن رحانية عيد البشارة البدايات والاحتفال الليتورجي وكيف اليوم بنعيش بحياتنا البشارة خصوصا احنا كاعلاميين واحنا تعلمنا منك الاعلام ابونا يعني اول الاشخاص حضرتك اللي جبتنا الوبسايتات والافكار اللي نشر الثقافة الانجيلية عبر وسائل التواصل وعبر الانترنت كنا متحدث قبل ما نطلع على الهوى عن اكثر من 25 سنين في هذا المجال حضرتك وان شاء الله يا ربي تتوج هذا بالنهاية انه يكون في عنا دائما مشاريعنا الكنسية اللي بتنقل البشارة للعالم اليوم بكنايسنا ابونا قد يش ديكون في حدب العظة بسمعها يعني ما اكسبهم بديكون في ميتين واحد شخص بديك هاي اذا كانت كاتدرائية كبيرة ولكن اليوم الوسائل التواصل وخصوصا هذا المنبر النورسات اللي بتبثل العالم للمسكوني كلها وخصوصا مع فرق التوقيت يعني هل جزء الثاني من الكرة الارضية بيكونهم وبسهرتهم يعني وبيكونوا بالمساء وجايين من اشغالهم فبيحضروا الحلقة لو انتم بثل الصبح بس هم مو بيشوفوها بالتوقيت الثاني وبتظلها على صفحة نورسات للمتابعين نتمنى من كل المشاهدين ايضا يتابعوا صفحتنا على النورسات ويحطوا عليها اللايك عشان يتظلهم دايما بيشوفوا نشاطاتنا واخبار الكنيسة بالاردن الكنيسة المسكونية النورسات بتغطي الكنيسة المسكونية من كل اطيافها وعائلاتها الكنسية ابونا شو بدك تحدثنا اليوم تفضل اليوم الموضوع هو عيد البشارة ويأتي عيد البشارة في زمن الصوم واليوم بالكنيسة الشرقية نحن في الاحد الثالث من الصوم احد الصليب المقدس وفي وسط الصوم وهذه المسيرة نحو القيامة تضع الكنيسة الصليب المقدس رمز للفداء ورمز لا الخلاص وايضا يأتي عيد البشارة في وسط الصوم وبشكل سريع وهو اصل كل الاعياد يعني عيد البشارة منه تنطلق الاعياد او يسمى ينبوع الاعياد لماذا؟ لان بشارة الملاك لمريم العضراء منها ابتدأ الخلاص وعندما قالت مريم العضراء نعم للملاك بدأ الخلاص لذلك في الكنيسة تعتبر ان انطلاق البشارة ثم التجسد والظهور وكل الاعياد الكنسية من هذا العيد عندما بشر الملاك العضراء نعم ابونا يعني انامت الرب ليكون ليع على حسب كلامك هاي النعم الضمني النعم حكتها العضراء انا بحكي كل واحد فينا بتطلب يحكي الف الاف اللاءات لما يحكي نعم لربنا يعني في اشياء بحياتنا من نتعلمها من مريم العضراء هاي القديسة والتي الاله هاي التقوية المريمية اذا جاز التعبير على الطاعة فاليوم في حياتنا ابونا كديش نقدر احنا بهذه الحياة كديش نقدر نحكي نعم لربنا وبتطلب منا مواقف كثير بحياتنا اننا ما نمشي فيها ونظلنا ساكتين اننا نأخذ موقف فيها ونعبر فيها عن رأينا وعن قبولنا يعني بنشوف في الجهة المقابلة يعني لقاء الملاك ببشارة زكريا مثلا كيف يكون لي ذلك يعني كان مثلا زكريا مش بتقبل الفكرة بنشوف مريم كيف يعني بلشت الفكرة اول انه انا كيف وانا مش بتجوزة قدرة الله العلية تظهر لك هي التي تعطيك القوة استجابت وفهمت عن فهم واقتنعت وافقت فهي بتطلب هاي المراحلة مثل ما تفضلت حضرتك ابونا انه من البشارة تبلش باقي الاعياد كيف نعبر عنها بالكنيسة يعني بالليتورجيا باحتفال بعيد البشارة بالقداس الالهي واش في ايش ممكن كيف تحتفل الكنيسة يعني بعيد البشارة الكنيسة تعتبر عيد البشارة هو من الاعياد السيدية وهو عيد للسيد والسيدة لانه عيد للسيد العضراء عندما قبلت البشارة وايضا عيد السيد المسيح لان حدثت تجسد المسيح في هذا العيد نعم فالكنيسة تعيد لهذا العيد من خلال القداس الالهي من خلال الصلوات والطربريات ومن خلال الاناشيد التي تتم في هذا العيد وايضا لترجيا منذ التاريخ القديم اعتبرت الكنيسة العضراء هي حدث فيها التجسد تجسد الكلمة والإله أخذ جسدا الكلمة والروح القدس حل على مريم العضراء وبهذا الحلول أصبح يسوع المسيح في بطن مريم وحدث الولادة العجيبة من خلال الروح القدس واستجابة مريم العضراء لهذا الحدث بقولها نعم الكنيسة من ناحية ترانيم تحتفل بترانيم وأيضا هناك في القداس الالهي وفي صلاة المدائح نرى الترتيلة إن الملاكة المتقدم أرسل من السماء وهذه الترتيلة تعبر عن سر التجسد ومن خلال هذه الترانيمة يقول وخاطبها السلام عليك أيها العضراء فهل حدث اللي مكتوب في الإنجيل الكنيسة عبرت عنه من خلال الترانيم وأيضا من خلال الإقونة هناك عدة إقونات للبشارة وهناك كثير من الكنائس في الأردن وفي العالم العربي وفي كل العالم هذه الكنائس على اسم البشارة مثل الكنيسة في إربد كنيسة نت الروم الكاتوليك في إربد وأيضا الكنيسة المشهورة كنيسة البشارة في الناصرة هناك كنيسة كبيرة وعلى هذه الكنيسة اسمها على اسم البشارة وهناك عاشت العضراء وفي هذه الكنيسة أخذت اسم البشارة لأن الملاك بشر مريم العضراء نعم أبونا ها أن العضراء تحبل وتلد إمنا ويسمى عمانويل نبوءة أشعية والعهد القديم عموما أبونا أنا يعني منقول معجزة تفوق الخيال وتسمو على الفيزيك تسمو على الأشياء القانونية الرياضيات والفيزياء والقوانين من بدايتها بالعقل البشوي العادي هأن العضراء تحبل أنت بتحكي عضراء كيف تحبل العضراء فالإعجاز في التجسد من بداية الحدث من أول لحظات يعني يفسروا بعض اللاهوتين أبونا بيحكوا أنه باللحظة اللي حية الملاك مويم العضراء وهي وافقت بالقبول لتكون كما قولك اللحظة حبلت بيسوع المسيح ورحلة الحمل لفترة التسع أشهر اللي إحنا بنكللها به عيد الميلاد بهاي الفترة إحنا بنحكي هو ليس فقط حدث تاويخي نعم هو حدث حصل بالتاويخ والمؤرخين مثل يوستينوس المؤرخ وفي كثير من اللي ما كانوا مسيحيين ولا قبلوا الدين المسيحي ولكن ثبتوا الحدث وفي كثير من التعاليم حكت عن هذه الأحداث فهي أصبحت حقيقة بالتاويخ حدثت وليس فقط باللهوت المسيحي والزمن المنتظر وتتميم مشيئة الله وعوده بالعهد القديم تمت بالعهد الجديد ولكن هي حقيقة تاويخية نحن لم نعيش ذلك التاويخ ولكن باحتفالاتنا بجميع الأعيال وكأننا يعني مش زي أعياد ميلادنا إنها ذكرى لا وكأنه الحدث حقيقي يعني احنا نؤمن بالقداس الألهي أنه هذا هو فعلا يسوع المسيح جسده دمه بطريقة سرية فهو ليس حدث قبل ألفين سنة إحنا بنعيد زي أعياد المناسباتنا الاجتماعية والدينية السياسية الأخرى لا لكن هون إحنا بنعيش الحدث وهذا بيوصلنا إنه ما هي البشارة البشارة هي الخبر السار اللي حضرتك حكيت إنه فكرة تجسد العقائد المسيحية الأسئلة فيما بعد أصبحت عقائدنا وأخذت براحل تاويخية حتى وصلت لأن اليوم مرقت في مجامع مسكونية مرقت في مجامع الكنيسة وصلت هذه العقائد والحقائق والإحتفالات لا بل إنه اليوم عنا إحنا كل يوم عيد قديس إذا مثلا كنا السنك صار كل يوم رح نلاقع عيد قديس وكأنها هال ثلاثمائة وخمسستين ثلاثمائة وستين يوم اللي هن كأنه إيش قاعدين وحياتنا كلها نحتفل في هذه المناسبة إذن أبونا لما بنقول البشارة لما بنحكي هالخبر الشصار اللي اليوم إحنا بننقله للناس باحتفالاتنا الليتورجية وبتعاملاتنا والصورة الحسنة اللي ممكن إحنا نوصلها للعالم ما هو الخبر الشصار اليوم أبونا اليوم أول شي الخبر الشصار كان لمريم العدراء ولادة السيد المسيح والامتلاء من النعمة مريم العدراء امتلأت من الروح القدس وامتلأت من النعمة الإنسان كل واحد فينا ممكن أن يكون خبر سار للآخر إذا أنا امتلأت من نعمة الله وزي ما في الانجيل القديس يحنى ومن امتلائه نحن أخذنا نعمة فوق نعمة لما أنا حياتي بتكون مليانة بالنعم مليانة بحضور الله مليانة بالسلام مليانة بالفرح بهاي الأشياء اللي أنا بداخلي ممكن أنا أوصلها للآخر وهنا البشارة اللي بتكون السارة إنه أنا الإشي اللي أنا بعيشه هالفرح هالسعادة هالنعمة أنا بنقلها للآخرين فحضوري مع الآخر حضوري معك بيكون هو بركة لإلك بيكون بشارة سارة ونعمة لإلك وهو زي الانجيل كلمة الله هي البشرة السارة للبشر وهالبشرة السارة هي عيد البشارة لقاء الله مع الإنسان هاللقاء بين الله و الإنسان هو اللي بيخليني أنا أكون مبسوط أكون مرتاح أعيش بسلام وهاللقاء اللي صار بيني وبين الله هو بيصير بتحول لقاء بيني وبينك ومن هنا بالبشرة السارة اللي أنا بدأ وصلها للآخرين وهاية ما بتصير بيوم وليلة هاية بدها شغل داخلي صلاة صوم لقاء يعني متواصل مباشر بيني وبين الله هذا اللقاء الاتحاد بيني وبين الله بيخليني أنه أنا أوصل لك البشرة السارة الفرح السلام الطمأنينة نعم أبونا بتخيل جاي مكان العيد أو توقيته أو الخمسة وعشرين آذار حسب طقسنا بنشوفها كأنها محطة بالصوم للتوقف يعني أنه بنكسر الصوم إلى جاز التعبير ويتناول فقط السمك يعني بس مش اللحمة بس أنه بتحسها كأنها محطة برتاح فيها الواحد بيعيد الفرح اللي شعرت فيه مسكوني كلياتها في فكرة أن الانتظار والوقوف شوية عن الصوم بتحس هكي شيء؟ الإنسان بعيش في حياته محطات وهالمحطات بحاجة من فترة لفترة للتوقف وحتى كل فترة الصوم هي فترة توقف بالسنة بحياتنا من خلال الصلوات من خلال الخلوة من خلال حتى الصدقة هالفترة هاي ضمنها في محطات اللي هي زي ما حكينا أحد الصليب وبيساء يعني بيجي معاه بتزامن معاه عيد البشارة فعيد البشارة هو كمان فترة للتوقف ولكن بيجي بشكل سريع يوم وبنظلنا مستمرين بنكمل بمرحلة الصوم فأكيد هالمحطة هي مهمة جدا ومهم جدا بحياتنا الروحية أنه نأخذ محطات يعني إذا بنظلنا ماشيين مرات بحياتنا وإحنا ماشيين بنضيع الطريق أو ما بنعرف بالزبط لأوين رايحين هالمحطة التوقف بأوقات معينة هذا بساعدني أنا أنه أراجح حياتي عشان أنطلق بقوة أكثر أنطلق بعزيمة وعمق أكثر بحب أحكي كمان إحنا بسائب عيد البشارة مع بدء الربيع كمان البشارة أعطت حياة جديدة أعطت بشرة فرح وسعادة للبشرية والأرض كمان بهالفترة هاي بتنبت الخضاء الأزهار تنبت الأشياء الجميلة تنبت حياة جديدة وهي نوع من التجديد حتى الإنسان بشعر بنشاط أكثر بشعر بالشمس بالهوى فيه تنقيه وهذا يمكن بحياتنا مهم جدا زي ما الطبيعة بتغير الفصول كمان إحنا بحياتنا لازم نغير ونجدد بحياتنا ما نظلنا متقوقعين على نفسنا نزهر ونعطي بشكل أجمل جميل أبونا أبونا فيه سؤال دائما للناس بطرحوا علينا لماذا السمك بالصوم بعيد البشارة بالذات نوكل سمك وأيضا في أحد الشعانين يستطيع الصائمة سمك أنا بتخيل هيك أنه حوض البحر الأبيض المتوسط يعني تجمعات اللي كانت يعني اللي آمنوا بداية حتى اليهود والمسيحية والإسلامية يعني في سواء بالخليج الإسلام بمنطقة الخليج كان الخليج العربي يعني ومنطقتنا إحنا البحر الأبيض المتوسط فدائما الفقير كان يلجأ للبحر يعني اللي مش لاقي يوكل ما فيش عنده إمكانيات فقير معدن بيرعها البحر بحطها الشبكة ببصيد سمك وكأنها مشاركة مع الفقراء بأكل السمك في ناس بحكي كانوا يعتقدون في الماضي أنه ما في دم السمك فلا يعتبر من حيوانات اللي إحنا بنصوم عن خلينا نقول ثديات مثلا أو اللي بالدم وما الدم يعني كل واحد بفسر تفسير لماذا السمك أنا شخصيا أبو نهمس مع رأي حضرتك موضوع السمك بس أنا شخصيا بعتبر رمزة البركة يعني السمكة فيها هيك يعني البحر هو هالحياة اللي إحنا فيها والسفينة أو القارب اللي فيها هو الكنيسة اللي إحنا تحمينا من تقلبات البحر ومن مزاجه اللي مرات بيكون هائجا مائجا زي ما بحكوا بيكون فيه متقلبات للبحر السمك يعني كثير يسوع استخدم الأمثال الشعبي الموجودة بالواقع يعني أخذها صيادين سمك قلت أجعلكم صيادين للبشر أخذ هاي فكرة السمك موجودة أنا بحسها يعني فيها هيك بركة وكأنها رمز للعطاء في حياتنا يعني السمك تكثير السمك أيضا معجزات تكثير السمك اللي عملهم يسوع كلها فيها هاي الرمزية اللي بتنقلنا لها الموضوع السمك فما بعرف رأي حضرتك في الموضوع يعني هلا خلال فترة الصوم بامتنع الإنسان عن الأكل ولما الكنيسة بتمنع عن الزفر بتمنع عن اللحوم هل امتناع هذا على سان الإنسان يرجع لنفسه وكمان يرجع للطبيعة فإذا كان امتناع عن اللحم أو إذا كان أكل السمك بأحد الشانينة وعيد البشارة ما بعتقد أنا أنه يعني لازم نلتزم بالصوم ولكن الهدف اللي أبعد من موضوع السمك أو اللحم أو الزفر هو الرجوع ضبط النفس ضبط النفس الإنسان يرجع لأنه يعمل سيطرة على شهواته سيطرة على نفسه فهذا الهدف الرئيسي إحنا ما بكثير أنا أحب أنه ندخل بالتفاصيل هاي الإش الأكثر أنه أنا أضبط شهوتي أضبط لساني أضبط سمعي أضبط نظري هذا هدف الصوم الهدف الرئيسي هو هذا هو هلا أكل السمك بعيد البشارة وأحد الشعنين هو يعني ما أتصور أنه كشي يعني التفاصيل هاي مش كثير بعطي أنا بركز على هذا الموضوع 100% أبونا لماذا التجسد التجسد نشوف آدم أخطأ حواء أخطأت انطردوا من الجنة هلا تتصالح السماء مع الأرض بدهم حواء جديدة وآدم جديد كثير من اللهوتين شبهوا العضراء بحواء الجديدة أو بين حواء الأولى وحواء الجديدة شو المقاربة أبونا في هذا الموضوع حضرتك في القديم حواء لما خالفت وصية الله بالأكل من شجرة الخير والشر هالمخالفة هاي خلت الإنسان يعني يدخل بفكرة الخطيئة والخطيئة هي التكبر ورفض إنه الله يكون في حياتي أو رفض وصايا الله هلا العضراء تسمى حواء الثانية أو حواء الجديدة لأنها حكت نعم وهون أنا بركز على هاي النقطة زي ما تفضلت أبونا بحياتنا مرات كثير فيه بنحكي نعم لا بنحكي نعم لله بنحكي نعم للخير بنحكي نعم للسلام بنحكي نعم لكل الأشياء الجميلة ولازم في أوقات محددة نحكي لا مش لازم الإنسان دايما نحكي نعم إذا كان إشي للشر أنا بحكي له لا إذا كان إنسان مزعج بحياتي بحكي له لا إذا كان في عادة سيئة بحياتي كمان بحكي لها لا يعني في أوقات وفي أزمنة معينة لازم نحكي لا مش لازم دايما أنه نحكي نعم هلأ النعم اللي حكتها العذرة لا الله هي نعم بمحلها ونعم طاعة لأ الله لأ الله دايما لازم نحكي دايما نعم ولكن للإنسان مش دايما إذا كان إنسان مزعج أو إذا كان إنسان أصدقاء سوء أصدقاء شر لازم بهاي الحالة أنه نحكي لا وكمان هنا أنا بشوف بي حتى زي ما تفضلت أبونا بالموضوع الإعلام وموضوع نقل الخبر نقل البشرة السارة في بعض الأحيان مجاملة أنت بتعمل شير لخبر معين أو بتعمل بتنقل خبر معين أو بدك تجامل صديقك حتى بالأشياء الأخبار والأشياء السيئة بتنقلها فهنا أنا بحكي كمان كإعلام لازم الخبر الحقيقي الحقيقة الصادق لازم ننقله ولكن لازم نتأكد من الخبر نتأكد من مصدره نتأكد من قائله نتأكد من حقيقته ومن المرجع إذا كان المرجع مرجع موطوق وصادق أنا بنقله أما إذا كان مرجع مش صادق لازم إنه ما أنقله وهاي دعوة لكل الإعلاميين اليوم بعض الأحيان بيكون صادق وبعض الأحيان بيكون مشوه الخبر وهنا مهم جدا إنه نكون إحنا بإعلامنا بشرة سارة بشرة سلام وزي ما اليوم تلفزيون نورسات دائما بنقر الخبر السار البشرة السارة كمان ندعي كل الإعلاميين إنه يكونوا على هذا المنوال ونشكر الله فيه صار تطور بهذا الاتجاه لأنه اليوم بشكل سريع بنتشر الخبر وكمان بشكل سريع ممكن إنك تبين إنه هذا الخبر غير صادق لأنه كل الناس فيه تواصل بين كل الناس وممكن أي واحد يحكي لك إنه هذا الإشي مش صحيح أو فيه صارت إنه مرة حكوا بموضوع حادث معين بمنطقة معين ورد واحد حكى على الفيسبوك لا هذا الحكي مش مزبوط أنا موجود بنفس المكان هون فيه موقع يمكن على الإنترنت أبونا اسمه صحح خبرك يعني بنقل الشائعة والخبر الصحح بعد تأكد الأجهزة الأمنية من كذا كذا تبين أنه بحطه لأنه فيه كثير أخبار مضلل أبونا بوضوع الإعلام بعد نبي والخبر الصار البشارة الحسنة دايقوا كثير للقديس بولوس بآخر أيام البشارة وانحكم عليه وإقامة جبرية فحكى الآية المشهورة الويل لي إن لم أبشر فالبشارة اللي نقلها التلاميذ لما أطلقهم يسوع حكى لهم اذهبوا لكل الأمم عمدوهم تلمذوا الأمم فإحنا الإعلام الكنسي إذا جاز التعبير يعني وهو يختلف أيضا عن الإعلان الكنسي لأنه أغلب الرعاية في عندها إعلان كنسي لنشاطات هلأفراح هلأمناسبات تنبيهات الزواج فيه أشياء إعلان ولكن الإعلام هو أوسع وأشمل بمفهومه الكنسي إنه بدنا نوصل إحنا شخص يسوع المسيح للعالم والعالم مين أغلب العالم المسيحية المسيحية بالإسم يعني المسيحية اللي بيشوفهم بأحد الشاعرين تشوف الكنائسنا بتكون ممتلئة صراحة منقول طب هذول المؤمنين وين هم باقي السنين فهاي هو البشارة اللي بدنا ننقلها لإلهم لما زي ما تفضلت حضرتك لما أنت تكون عايش للسلام الداخلي وعايش للفرح وضبط نفسه أما لما بيشوفونا الناس المؤمنين اللي ملتزمين بالكنسي ما بيشوفوا العكاس ذلك على باقي أفراد البيت بيقولهم أنا بالعظى أبونا إنه لو كل واحد فينا بعد المناول بنقولها لبيته بوجهه بعلاماته بتصرفاته كان بنرد كل الناس المسيحية اللي ما بيجوا على الكنائس يعني هنا الشهادة مع البشارة الشهادة بمعنى الشهادة ليسوع المسيح بالأنموذج والمثال والقدوة الصالحة هاي مرات بالإعلام تحتاج لأننا نبرزها فدور الإعلام الديني مش بس استغطية نشاطاتنا مش بس إنه وإيش الأحداث اللي بدها تصير أولي صارت بننقلها ولكن زي اللقاء هذا زي برنامج صباحكم نور يعني كل مرة لما بيكون في ضيف بيحكي عن موضوع بهم العالم وبتساءلوا الناس عنه وإحنا دائما بنطلب عزيزي المشاهدين منكم إنه أي موضوع تقترحوا علينا ما في مشكلين نحط بالتعليقات على صفحتنا على الفيسبوك بنشوف الموضوع بنشوف من المختصين في هذا الموضوع يعني أبونا بداية البرنامج السن الماضي يعني كنا نستضيف حتى مش بس كهني يعني أطباء علم نفس أخصائيين اجتماعيين يعني حسب الموضوع واليوم الكنيسة كمان هي مؤسسة وهي مؤسسة فيها مرافق تابعة لإلها زي المستشفيات زي المدارس زي أشياء كثيرة مراكز تابعة للكنيسة وبالتالي فيها لا بد أن يكون عمل من الإعلام يعني فالإعلام اليوم اللي بده يغطي على الإعلام بده يبتعد عن الإعلام وما بده كنيسته تدخل بالموضوع الإعلام للأسف يعني سوف شائم أبا سوف تغيب عن الحضور المسكوني احنا منحكي احنا منحكي عن زي صوت النرسات بهالعالم كلياته فمن محدودية الرعية لمسكنية العالم ينقلنا الإعلام أبونا قبل قليل قلت أنا لماذا لماذا التجسد كمان احنا منقول تجسد والتأله يعني تجسد الإله مشان إيش مشان يقله إذا جاز التعبير الإنسان أو ينقله يعني لا يستطيع البشر أن يصالحه البشر مع الله وجربوا كل الأنبياء عبر تأويخ الخلاص مراحل متعددة متعددة فكان لابد في النهاية أنه يكون إله ويكون إنسان يقدر يصالح السماء الإلهية مع الأرض في هذه العلاقة الأفقية لجاز التعبير المترمية الأطراف الكاملة مش بس الكرة الأرضية مصالحة الكون بالتجسد كلها مصالحة السماء مع الأرض لأنه نحن نؤمن بالمسيحية أنه ما في مكان اسمه الملكوت أولا قالهم يسوع من هنا بيبدأ فيه كل ملكوت بداخلكم وحتى لما منحكي عن الجهنم ولما منحكي عن العقاب ولما منحكي لما منحكي عن أماكن فيزيائية أماكن لها المكان معين وين موجود هاي السماء أو الجهنم أو إيش بدنا نسميها لكن هي حالة حالة نحن نقول حالة النعمة ففكرة التألو يقابلها فكرة التجسد بالبداية اللي تفضلت فيه الإعلام والبشرة الحسنة وهي رسالة وشهادة فانت ذكرت القديس بولوس نعم القديس بولوس كتب رسائل متعددة وفيه رسائل حتى كتبها من السجن فالإعلام إله والبشرة السارة إله دور إنه أنا أول إشي بدي أشهد بحياتي الحكي اللي أنا بدي أحكيه بدي أكون عايشه إذا أنا ما كنتش عايش الحكي اللي بدي أحكيه كل كلامي بيكون على الفاضي مهم جدا في الإعلام الشهادة والقديس بولوس كمثال هو بشر في كل العالم وأعطى نفسه شهادة و بيحكي بي نهاية حياته قد جهدت جهاد الحسن أتممت سعي ف ولذلك أنا الإكليل المجد هنا الإعلام إله دور إنه يعطي الحقيقة ويضوي على الحقيقة والعيد البشارة زي ما حكينا هو لقاء بين الله والبشر الله أخذ طبيعتنا وأصبح إنسان وكلمة كلمة الله وعش بيننا عمّا نؤيل الله معنا وهل التجسد اللي صار ولادة كلمة الله يسوع المسيح من مريم العذرة كمان مقابله إحنا كبشر بدنا نحاول إنه نتحل بالفضائل والصفات الإلهية يعني كل ما أنا بكون صادق على مثال الله الله هو صدق كامل مطلق كل ما أنا بكون متواضع كل ما أنا بكون أعيش الفضائل المحبة الرجاء الإيمان هاي الصفات وأنا بأخذها من الله كل ما أنا باقترب وبتحد بالله كل ما أنا بتحل بالصفات هاي وهذا بحاجة لجهاد يومي بحاجة لمتابعة يومية و يحن السلم في كتابه بيشبه الإنسان بياتحاده بالله بيسلم بيكون زي أكنه سلم بده يصعد في سلم الفضائل بده يصعد إلى السماء وبمشي بحياته بفضيلة بفضيلة وبنشوف بهذا السلم بالإيقونة تبعته حتى لما يصل لل للقمة بده يوصل للقمة ممكن أنه يسقط فعشان هيك بحياتنا الروحية إحنا بنمشي شوية شوية بالفضائل ولكن مش لازم نتكبر لأنه ممكن قد ما بنصل بالحياة الروحية ممكن نسقط فمن هنا مهم جدا أنه متابعة نفسي أنا وأنت وكل واحد فينا يوميا أنا يوميا بدأ شوف وين وصلت بحياتي الروحية وهال المتابعة اليومية بتساعدني على أنه شوية شوية أقتدي بحياتي بالمسيح وشوية شوية أكون مثال ببشع وبضوي على مثال السيد المسيح نعم أبونا يعني لا نستطيع الحديث عن البشار دون الحديث عن أيضا ما حدث مع الإصابات كمان اللي حدث مع الإصابات بحبلها بيحنى المعمدان كمان في نوع من العناية الإلهية أن يأتي يحنى أن يكون معدن لطريق يسوع المسيح وفعلا بشارة الإصابات واطلاقها من الملاك حديثه مع زكريا بنشوف في شخص يعني يحنى المعمدان يعني بنحكي يعني شهادة يحنى شهادته بالدم كمان مش بس شهادته بالكلام اللي كان يحكيه لأنه في النهاية قطع رأسه وبطويقة بشعة ضحى بحياته وكان نوعا ما حازما صوتا صارخا في البرية أيضا كان أول المبشر بيسوع المسيح ولا نستطيع أن نتحدث عن عيد البشارة دون الحديث عن هذه الشخصية هذا العظيم الذي قال فيه يسوع المسيح أنه أعظم موليد النساء يحنى المعمدان كان شخصية قوية جدا الحديث عنه يطول جدا ولكن هيك مواضيع بتنقلنا أبونا مواضيع بتفوت في مواضيع يعني لما نحكي عن البشارة نحكي عن يوحن نرجع نحكي عن المغطس نرجع نحكي عن هاي هاي هي أرضنا هاي هي في بلدنا بالأردن يعني اللي احنا دائما لكل العالم بيقولهم ما بيسير الواحد يجعل أردن ما يجعل مغطس واللي بيجعل المنطقة لازم يعني يكون رحلة حج بمعنى كلمة حج يعني خيل الحجارة تستنطقك بالكلام يعني منطقة المغطس لما بيجول فيها الواحد وبشوف النهر وبشوف يعني هاي من خطوات مين دعسوا هنا من الأنبياء حتى من أيام إلي أعتقد أبونا صحيح إذا خطأ صحيحني أعتقد كمان إلي عاش في المنطقة بمنطقة المغطس يعني سعد أنا إذن كل هالأحداث هي تعطينا البشارة لأنه مرات كثير أبونا للأسف بحياتنا اليومية إحنا بنقول نعمة الروح القدس اللي فينا أخذناها بالمعمودية بس بحكينا الكتاب لا تطفؤ لا تطفؤ شعرة الروح يعني مرات إحنا بنشغالاتنا اليومية بنطفي للروح اللي جوانا فمنحتاج لإيش لبشارة فحدث البشارة هو مش بس يوم بالسنة وكل ما بفتح الكتاب المقدس بقرأ فيه بأخذ البشارة كل ما بسمع عظاة كاهن كل ما بحط على النور ساتو بسمع قداس كل ما بسعى أنا إني للبشارة يسوع مزوج أنا ذا واقف على الباب أقرأ يعني ما بقول لك هين أنا جو بيتك بقول لك إذا فتحت الباب أدخل وأتعشم معك يعني فيها هالحرية الشخصية في علاقتنا فإيش في أبونا مصادر كمان أنا بقول مثلا الفضائيات المسيحية الكتاب المقدس لما بتطفي الروح عنده شوي لما بحاجة أني أشعل يعني فيه ناس بعمرياضات روحية فيه ناس كيف حضرتك بتأخذ أنت حضرتك كتجربة شخصية يعني كيف أنت بتستقي أول شي البداية لما حكيت عن يحنى المعمدان مهم جدا يحنى المعمدان كان هو ممهد لسيد المسيح وهو رابط بين العهد القديم والعهد الجديد كان آخر شخصية بالعهد القديم وبداية العهد الجديد وكان هو يحكي توبه فقد اقترب ملكوت السماوات فهو كان يدعو إلى التوبة وكمان هو صوت صارخ في البرية هو كان صوت الحق فمن هنا احنا أيضا مكان عماد السيد المسيح في الأردن المغطس بالنسبة لنا يعني حدث مهم جدا والحمامة من السماء الروح القدس حل على على السيد المسيح والصوت صوت من السماء هذا هو ابن الحبيب فإحنا بنعيش بالمكان المقدس وهذا المكان المقدس بده يساعدنا إنه إحنا نعيش القداسة الموضوع الحياة الروحية مهم جدا من فترة لفترة الإنسان يأخذ وقت لرياضة روحية للتأمل للرجوع للذات أنا كان لما قبل الكورونا كنت أروح على القدس وأترك كل إشي بشوف أنه مهم جدا التوقف عن كل إشي بالمكان اللي أنت عايش فيه الابتعاد كمان فأنا بفضل أنه أترك كل المكان أروح على مكان تاني والوقت لو يوم أو يومين أو أسبوع تخصص وقت يعني أنا ونفسي وهذا بساعد جدا لأنه إذا بتضلك بنفس المكان وبنفس الشغل ونفس المحل مش رح تقدر تأخذ هذا الوقت إليك لحالك فأنا كنت قبل الكورونا أروح على الأراضي المقدسة وأختار دير معين وأعمل الصلاة بيني وبين الله التأمل بالكتاب المقدس والأماكن المقدسة المكان اللي أنت فيه بساعد وعلى إنك للتأمل وللصلاة وكمان يكتب أنا خلال هاي اللي هاي بكتب بحياتي يعني كل يوم تكتب شو صار معك وترجع بعدين ترجع تشوف أنا وين وصلت وهذا يعني ساعدني وعندي حتى من الخمس وثمانين كيف صار التطور بحياتي وهذا أنا بس روف إنه إشي شخصي بينك و بين ربنا وكمان يكون مرشد روحي الشخص تاني مرشد روحي بيكون زي مرأيه أنت بتشوف حياتك أو بساعدك في هاي الأمور ولكن مهم جدا اختيار المرشد الروحي اللي بساعد على إنه الواحد يمشي في حياته وكثير خطر انطفاء الروح بداخل الإنسان إذا الإنسان فقد الروح بداخله فقد الأمل فقد الرجاء شبه انتهى عشان هيك بعض الأحيان بصل لدرجة اليأس والانتحار فمهم جدا اشعال الروح بداخل الإنسان لا تطفئ الروح يعني الروح القدس روح الله روح الرجاء روح الأمل كثير مرات الحياة مش سهلة صعبة جدا وفيها مشاكل كثير من هنا احنا بحاجة للروح القدس هو الوحيد الله هو الوحيد اللي بيشعل فينا الحياة من جديد لأنه هو إله القيامة والنور نعم آمين يا أمونة فاقد الشيء لا يعطيه واللي انطفت في الروح واللي بشارة ما وصلته مش رح ينقلها للناس الولاعة قداحة اللي بتشعل هاي الروح بداخلنا هي الحب كل ما قدرنا عزائي المشاهدين إما نعمل الأشياء بحب كل ما أشعلنا فينا الروح مجددا وكل ما اشتعلت الروح فينا كل ما البشارة صارت واضحة للناس اللي حوالينا ومؤثرة في نفس الوقت فكيف يستطيع الإنسان اليوم في ظل الحيطان اللي معزولين فيها العالم بالمكاتب بالشغل بالهالي يقدش بحاجة الإنسان أنه زي ما تفضل أبونا قبل قليل أنه يعود إلى ذاته ويقف بها أمام الله في خلوة هذه الخلوة تفحص الضمير هاي الخلوة بتعيد صوت الله فينا الحب لما بنعمل الشغلة بحب أو لما نعملها بس تأدية واجب الفرق كثير بيكون أولا علينا قبل ما يبين على الناس اللي بكشفوها بسهولة أن هاي الشغلة يعني زي زي الأشياء اللي بيشوفها بالأسواق فيه أشياء بتشوفها المتيريال الضعيفة فيها فيه أشياء مصنوعة بحب مصنوعة بقيمة وهاي بيكون ثمنها أغلق كلما أعطينا بحب كيف لا نستطيع أن نعطيه بحب إذا كان لدينا شغف للشيء اللي نحن نقوم به يعني ما تكون بس وظيفة تكون الرسالة حتى لو كل الناس اعتبروها وظيفة وأنا موظف بين كيف ما بدي اعتبرها وظيفة ما هي وظيفة لا هذا جانب بين جوانبها ولكن الجانب الثاني الرسالة أنت تعمل شيء بطريقة ما حدا بقدر يعمله مش لأنه أنت أحسن من الناس بس لأنه لمسات الحب أنت أو غيرك لما بيعملها بتبين بتبين بحب بتبين بصبرك لما على إنجاز المهمة يعني فيه ناس بيعملها بالعالمية بيقولوها شلفقة يعني على السريع بدون ما يعطيها وقتها المناسب فكثير من تصرفاتنا وحياتنا اليومية بالرياضات الروحية بالتأمل بالصوم اللي احنا فيه يعطينا هذا الهدوء هاي السكينة اللي بتخلينا نقيم ونحكم على أفكارنا ونقيمها ونطلع بنتائج تحسن الأداء وتحسن بشارتنا لأنه اليوم في النهاية لكل مسيحي محمد هو مبشر مثل ما حكى القديس بوس الويلولي إن لم أبشر فالبشارة هي هي أساس المسيحية وهي سبب وجودها لليوم انطلاق الروح القدس اللي بيشتغل فينا وبعمل فينا أبونا حكينا كثيرا عن عيد المشارة وأيضا لابد أن نتكلم قليلا بالوقت القليل المتبقي معنا عن موضوع الصوم يعني الكل بيسأل عن الطريقة والقداسة البابا ركز في عظاته أحدات الصوم على أنه لا تقول لكم اليوم الكنيسة افعل ولا تفعل بتقول لك عيش المحبة بش اليوم جاي الكنيسة بتتنظم لك وجبات غدا بتقول لك هاي الوجبة خالية من الدسم وهي الوجبة بصيروا يسألونك أسئلة الناس لما بتترك الروح وبتمسك بالقشور بصيروا يسألوك هل العسل مسموح بالصوم الأربعيني ولا مش مسموح هل النحلة حيوان أم طائر بتصيروا يعني عن جدي يسألوك أسئلة فضائية بتصير هذا حيوان الحشرات فيهم دم ولا ما فيهم دم فقارية ولا فديات ولا أبصر بيصير مش هذا الموضوع ركز قداسة البابا بالصوم صوم اللسان اللي حضرتك تحدثت فيه قبل قليل صوم عن الأرقير صوم عن المشروبات الروحية صوم عن الشبس الأشياء اللي احنا متعودين بروتينا يعني في كثير من الأخوة المؤمنين بيحكوا لي أبونا طب أنا نباتي عن إيش بدي أصوم بالصوم الأربعيني المقدس فبديك تصوم عن النبات بتكتوك اللحمة يعني فمش هذا الموضوع أبونا إيش حضرتك اليوم يعني بحس أن اللاهوت الغربي سبقنا كثير بموضوع الصوم ارتقى بموضوع أنه توكل وما توكل إحنا الشرقيين يعني ما بعرف يعني ما بنقدر نحكي أنها يعادة سيئلة صمح الله ولا ننتقدها بس بقول بعدنا يعني نوعا من الريديكالية المحافظة على التقالية بس اليوم اللاهوت الغربي سبقنا كثير بموضوع الصوم يعني هلأ الكنيسة في إلها تقليد وتقاليد الكنيسة ما إجت من فراغ إجت من خلال الكتاب المقدس فكل إشي موضوع بالكنيسة وبالليتورجية كل هذا الأشياء في إلها مراجع بالكتاب المقدس وبالتقليد الكنسي فهلصوم الفصح الصوم الأربعيني المقدس هلأربعين يوم على مثال السيد المسيح اللي صام في البرية على مثال إليا النبي موسى كل العهد القديم الكنيسة اعتمدت عليه وارتكزت عليه في تحديد الصوم والهدف من الصوم هو التوبة والرجوع إلى الله فيه كمان ممكن الواحد يقدم سيامه من أجل شخص معين أنه الشفاء معين من أجل مريض معين من أجل مشكلة بحياته مش لازم يكون الصوم بدون هدف ومن أجل الصوم الصوم مش من أجل الصوم الصوم من أجل الارتقاء الروحي بحياتي فهل هالفترة اللي احنا بنعيشها بالصوم هي فترة مقدسة فيها الصلوات صلاة يا رب القوات بالكنائس الشرقية صلاة المدائح صلاة البروجزمينة كل هاي الصلوات المكثفة وأيضا الصيام وأيضا كما الصدقة كل الحياة اللي أنا بعيشها بهاي الفترة هي عبارة عن مخزون أنا بخزن فيه وإعادة شحن لحياتي الروحية وبتتكلل بأسبوع الألام والقيامة فما مش موضوع سهل موضوع مهم بحياتي للتجديد الروحي المسيح إذا صمتم إذا صمتم ففعلوا هكذا فالموضوع الصيام وطريقته يمكن مهم جدا الالتزام بالصوم لأنه بيساعد على النمو الروحي ما بنقدر نحكي أنه الأكل أو الصيام عن الأكل غير مهم الجوع المادي بيخلينا نجوع روحيا إلى الله وأيضا بيخلينا نضبط حواسنا ونضبط نفسنا وهال 40 يوم التقليد القديم الشرقي اللي إحنا ماشيين عليه هو تقليد مهم جدا وبينقي وبطهر النفس وعاشوا فيه الأباء القديسين والرهبان والرهبات والكنيسة ولكن الإنسان إذا كان إنسان مريض إنسان عنده ظروف معينة أكيد ظروفه بيقدر إنه حسب ظروفه حسب مرضه حسب الأدوية اللي بيأخذها ولكن الصوم هو فترة مقدسة وفترة مهمة جدا بحياتنا والانقطاع هالانقطاع مش بس بنقي الروح والجسد حتى الجسد كمان بنظف الجسد من الأمور الدهون والأشياء الداخلية وهذا التنقية الجسدية هي بتساعد على التنقية الروحية وكل إنسان هو بيعرف بحياته لازم يكون صادق الإنسان مع نفسه ومع الله يمكن إنسان ما يقدر يصوم بيقدر يصوم ولكن النظام الصوم موجود في الكنيسة وواضح في بعض الأحيان تفسيحات للأشخاص وللظروف معينة ممكن تكون ولكن هو بساعد جدا على النمو في الحياة الروحية نعم شكرا عبارة جدا جميلة الجوع الجوع المادي من أجل الجوع إلى الله من أجل الجوع الروحي إلى الله جميل العبارة فيها توازن ما بين طاقاتنا وحاجاتنا البيولوجية وما بين حاجاتنا الروحية لأنه في ناس كثير يحكي يسوع صامعا كل شيء بالبروية اليوم الإنسان لا يستطيع يصوم مثل ما صام يسوع ولكن زي ما تفضلت حضرتك تقليد الكنسة أبونا أتأمل بالإنجيل من حدث البشارة لحدث الميلاد بهاي الفترة الزمنية في أحداث كثيرة زي ما حكينا زكريا والإصابات عن حبل بيوحنان معمدان زيارة العضراء مريم إلى نسيبتها الإصابات وهي ماشي بهالجبل والمسافة التي قطعتها توصلك يعني في تأملات جميلة جدا يعني بتأخذ عليها رياضات روحية هاي النصوص بالذات بس للأسف إحنا طفولة يسوع ما بنشوف إلها ذكر بالإنجيل وكأنه أراد الوحي الإلهي أن يقول لنا أنه شابه الإنسان في كل شيء مع هذا الخطيئة أنه عاش طفولة ما فيه شيء نحكي عنه زي طفولة أي شخص وفيه ثلاث كلمات رئيسية عن طفولة يسوع لما ضاع معهم وراح لقوا عند علماء الناموس بالهيكل وبناقشهم واندهشوا من حكمته ولكاء هذا الطفل يعني كان 12 سنة صاحبونا 12 سنة فنشوف كان ينمو بالنعمة والحضوة والطاعة عند الله والناس يعني كان طفل محبوب للناس لافت يعني مبهر كانت طفولة يسوع المسيح ففيه تعليق معين أبونا عن هذا الموضوع يعني أنه إخفاء طفولة يسوع هنا فيه أناجيل اللي أعتقد إيزائية بسموها الأناجيل عفوا مش إيزائية الأناجيل منحولة اللي بتحكي عن طفولة يسوع هلا الإنجيل المقدس هدفه هو توصيل ميلاد وقيامة المسيح فمش هدف الإنجيل هو تاريخي مش هدف الإنجيل تسجيل سيرة حياة هو مش سيرة حياة سيد المسيح الهدف الإنجيل هو توصيل البشرة الصارة أنه الذي تؤمنون به المسيح مات وقام في اليوم الثالث هو هدفه القيامة فمن هنا التفاصيل التاريخية لم يذكرها لأنه حتى السيد المسيح ما طلب أنه يتم تسجيل حياته أو كتابة حياته بعد ما مات وصعد إلى السماء التلاميذ بعدين هم سجلوا الخبرة التي اختبروها مع السيد المسيح فمن هنا ما ركز الإنجيل على موضوع طفولة السيد المسيح ولكن في بعض الأحداث ذكرها ومنه عشان هيك ما إذا بننا نقرأ الإنجيل بننا نقرأ الكلمة اللي بدي يوصل لنا إياها الله ولكن ما في تفاصيل طفولة الميلاد هلا في بعض الكتب التاريخية كتبت ولكن الكنيسة تعتمدها كمرجع ولكن مش مهم إحنا شو بطفولته بالضبط يعني صار فهو نمى كأي طفل عادي ولكن الركز الإنجيل من لما اعتمد وبلش البشرة وهونا الإنجيل بركز عليه نعم أبونا الوقت داهمنا والحديث طويل ومشوق مع حضرتك للصراحة يعني بحب قبل ما أعطي حضرتك البركة الختامية وتختم بصلاة بفكر أبونا ما هي البشرة أنا في إيش دي أبشر هلا الملاك بشر العدراء بحبل بيسوع فأن الله أصبح إنسان أنا شو بدي أستقي من هاي الفكرة كيف بدي إحنا على صورة الله ومثاله كيف أنا بدي أشتغل على حالة أرتقي في هذه البشرة أوصل للناس شخص يسوع المسيح هالإله سرنا نعرفه بطل الإله اللي نسمع بصوته وممنوع نشوفه وفي بيننا وبينه العازل والفاصل بعد أن قدس الأقداس فتحها لنا وأصبح بقيامة يسوع المسيح بكنائسنا ما في قدس أقداس المغلط هاي صارت مفتوحة فإحنا شاهدناه عيناه تعرفنا عليه فبطل الإله هو فكرة بالنسبة إنه مبهمة صار إنسان تعرفنا عليه وشخصه اليوم موجود اللي بيحب يفتش عن يسوع شخصه موجود اليوم بالكتاب المقدس ما تقول لي أنك مسيحي تآمن بيسوع المسيح وما تطلع يوميا أو شبه يومي أو على تواصل دائم بالكتاب المقدس الشيطان يعرف يسوع ولكن لا يؤمن أن نؤمن ذلك يتطلب مننا العودة إلى جذور مسيحنا الموجود بين إيدينا بالكتاب المقدس أبونا معك الصلاة الختامية تختم في الختام النقطة الرئيسية هي أنه أنا أحكي نعم للسيد المسيح هالنعم اللي بحكيها مش بس مرة واحدة بحياتي كل يوم بدي أجدد هاي النعم والنعم اللي هي للسيد المسيح اللي أنا بدي أعيشها لما أنا بدخل في عمق علاقتي مع الرب يسوع المسيح هاي النعم بتخليني وجهي ينعكس حياتي تنعكس تصرفاتي تنعكس مع الشخص اللي بلتقي فيه أعكس صورة السيد المسيح فهاي الرسالة البشارة إنه أنا أكون بشرة سارة خبر سار وحضوري مع الآخر يكون بركة ونعمة للآخر فبنصلي في ختام هذا اللقاء يا رب ساعدني إنه أكون في حياتي بشرة سارة ساعدني يا رب إنه أعيش كل كلمة في الكتاب المقدس بحياتي ساعدني إنه أعطي الإنسان المحتاج ساعدني إنه أكون نعمة وبركة لكل إنسان بنعمة الله الآب والإبن والروح القدس الإله الواحد آمين أعزائي المشاهدين نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشوكة الرحل القدس معكم جميعا اذهبوا بشلام المسيح آمين أعجوب التلاليوميار مستمرة مستمرة فيكم مستمرة لكم ولولادكم من بعدكم ولولاد ولاد ولادكم وللجيل البعض ولاد ولادكم من بعد لما تكون تعبان بهمة عندك كلمة ريحة هنبك ترجع الدنيب تضحك لك نور ساتي ليل وميير نور ساتي ليل وميير نور ساتي لنم صلاواتي ليل وميير محبة وفير موسيقى 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 هي منبر للحرير حدنا بيت المسيحي وعندك كلمة صريحة قوية تصرخ لال الطائفي هي رسالة مسكونة مش سياسة ولا حزبة وصوتة للوحدة الكنسة نور ساتي ليل وميير نور ساتي ليل وميير نور ساتي ليل وميير نور ساتي لنم صلاواتي ليل وميير محبة وخير موسيقى 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 موسيقى